السلام عليكم و مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة وصفة نت كانت مننا فيديو اليوم يلقاكم و انتم في تمام صحة و العافية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الفطائر بالكريمة يجيو خطيرين جدا في الماداق هجين كالقوطن سريعين جدا في التحضير و بطريقة اللي هي مختلفة فعلا الى جربتوهم عمركم تستغنوا عليهم لانهم فعلا كيستحقوا تجريبة الى كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش تشتركوا و ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد على بركة الله تنجيبوا اينا العجن كناخدوا كأس بقياس 150 ميلي لتر كناخدوا به دقيق كنعملوا ثلاثة كؤوس كيزلنا في الدقيق 100 غرام كنحاولو نغربلو الدقيق من بعد كنوضعو ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر السكر الخاشين ثم كنضيفو كيز سكر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف كنضيفو كدلك مع النواشف مع الدقيق كنجيو و كنعملو قبصة تكون كبيرة بعض الشيء من الملح من بعد كنجيو و كنعملو واحد الكيس دير خميرة الحلوية البيكين باودر من وزن 8 غرام هنا دائما احتى الخميرة كنحاولو اننا نغربلوها ضروري باش نفدى وجود اي تكتولاتيلا كانوا فيها كنجيو و كنخلطو نواشف جيدا مع بعضهم نواشف الاولى ثم كنجيبو الخميرة خميرة الخبز كنعملو ملعقة ممسوحة ما تكونش ملعقة ممتلئة يعني غير واحد الملعقة تكون حكا ممسوحة و طبعا لان الجو بارد إلا كان الجو ساخن غير ملعقة صغيرة كنخلطو كذلك الخميرة مع النواشف ثم كنضيفو ملعقتين كبار من الزبدة الزبدة الحيوانية و للنباتية او المالغارين اللي متوفر عندكم لكن في الماضاق يفضل استعمال الزبدة الحيوانية إلا متوفرشت ممكن تعملو الزبدة ديال العلبة حتى هي كتجي لديدة كنحاولو اننا ندخلو الزبدة في الدقيق و يستحسن انها تكون درجة حرارة المطبخ باش تنساجم بكل سهولة من بعد كنجيبو واحد لكأس من الماء الدافئ و كنبدو نضيفوه بشكل تدريجي حتى كنحصلوه على عجينة متماسكة من نسبة الماء فتقريبا غادي تحتاجو كأس كبير من الماء ما يعادل مئة وخمسون ميليليتر ممتالي وعلى حسب النوعية ديال الدقيق واش كيمتص ولا ما كيمتص لحشاب الجودة ديالو هنا كنبقى نضيفوه شوية بشوية حتى كنحصلو على واحد العجينة يعني عجينة كعجينة الخبز تماما ما تكونش صلبة و ما تكونش ليينة كنجيب نحاولو ندلكو العجينة شوية غير شوية فقط بغيتو ما تدلكوهاش ما تدلكوهاش مباشرة كتخليوها تختامر ندلكها قلينا فقط غادي نوضعها في هاد الصحن ثم غادي نغطيها بلاستيك غدائي و كنخليها تختامر حتى كتضاعف الحجم ديالها المدع لحسب الجو الى كالجو بارد جدا عملو واحد الاناء في الاسفل منها يكون فيها ماء دافئ من بعد في انتظار ان العجينة تختامر كنحضرو الكريمة اللي هي كذلك خصها تبرد كنجيبو قصرونة كنعملو فيها نصف لتر من الحليب ثم كنضيفو كذلك ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر دائما الملاعق يكونوا مبتلئين ثم كنجيبو كنحتاجو الكريم باتيسيار او كريمة اللي كنحضرو بها كريمة الميلفي راها معروفة كنجيبو كناخدو منها تلاتة ملاعق كبيرة هيا الاخرى نفس الملاعق اللي خدينا بيهم بالسكر كما لحتو معايا الملعقة الثانية وهذه هي الثالثة كنجيو وكنخلطو جيدا حتى كنحاولو اننا ندمجو ديك البودرة مع السكر ومع الحليب كنجيو كنوضعوهم على النار نار تكون متوسطة وكنتقاو نحركو من حين لاخر باش ما يتحرق لناش من الاسفل ديال الاناء كما لحتو معايا كنقاو نحركو من حين لاخر حتى كنحصلو على واحد الكريمة اللي كتكون تقيلة كيولي الخالي تتقيل غادي تشوفوا معايا الآن كيولي علي هاد الشكل شو معايا كيبدو يظهرو فيه فوقاعات الآن غادي نطفيو عليه النار غادي بنجيبوا واحد الإناء هكا كبير بعد شي باش تبرد لنا بسرعة غادي نعملو فيها هاد الكريمة انا را العجينة عملتها على واحد الإناء فيه ماء مغلي ماشي مغلي ماء دافئ اعفوين عملت فيه ماء دافئ وعملت فوقوا الإناء ديال العجينة باش تختامر بسرعة كنجيو كنعملو هاد بلاستيك يلامس لنا الوجه ديال الكريمة ضروري باش تبقى عندنا كريمة لينة ومتشكلش واحد القشرة غادي نوضعها في التلاجة ونخليها تبرد والآن كنرجعو العجينة ديالنا بعد ما اختامرات يعني كيكون الحجم ديالها الضاعف غادي نزولو أو لا نستخرجو منها الهواء كنشكلوها على شكل كورا ثم كنجيو بمساعدة الدقيق كنرجو سطح العمل وكنجيو العجينة وكنجيو الميد لك وكنحاولو اننا ندلكو العجينة على شكل مستطيل السمك ديالها يكون رقيق تقريبا واحد الربعة حتى الخمسة ميلي متر هاد بشكل تقريبي مهم كنشكلو منها مستطيل وهكا نفس طريقة يعني كنستمرو دائما نحاولو نقلبو في العجينة وحنا كنعملو الدقيق باش ما تلتسق لناش مع سطح العمل خصوصا من نعملو الكريمة تأكدو انها ما ملتسقاش لكم على سطح العمل باش يجيو مشكل ديالها مقاد من بعد كنجيبو الكريمة اللي بردات كنحاولو اننا نحركوها بعد ما زوننا ذاك البلاستيك كما كتلاحظو راها كتبقى محافظة على يعني ما كتكونش ذاك القشرة كنجيو كنوضعوها في واحد طرف ديال العجينة تقريبا كنناخدو طولوتين كنعملو فيه الكريمة وواحد طولوت كنخليوه فارغ غادي نحاولو اننا نوضعو الكريمة على هاد الجوانب نحاولو ان الجانب واحد الجانب لي من هاد الجيهة نحاولو نبعدو عليه الكريمة شوية باش غادي نقلبوها باش غادي نعفوا نغلقوها من بات كنجيبو الان شوكولاتة شوكولاتة حبيبات او لا بيبيت دو شوكولاتة كنوضعوهم على العجينة من الاعلى ممكن توضعو حتى الزبيب او لا العينة بالموجفاف اللي كانت يعجبكم كنجيبو دكتولوت اللي تركنا من العجينة كنحاولو اننا نلفوه على هاد الشكل كما لحتوا معي نحاولو نقادوه نقادو ليه الجوانب هكا كنجيو على الجانب الاخر وكنحاولو اننا نوضعوه على طولت اللي عملنا الفارغ كنجيو هنا في الطرف وكنحاولو نغلقو العجينة جيدا هديك العجينة اللي في الاعلى كنحاولو نغلقوها مع اللي في الاسفل كنجيبو واحد السكين ليستحسن انه يكون حاد وكنبدأو نقطعو في العجينة ايلا لاحظو ان السكين كيلتاسق لكم فغادي ندهنوه بالكمية من دقيق انا راني دهنتو بالقليل من دقيق ايلا كتلاحظو معي راكيبا فيه الدقيق باش ما يلتاسق لكمش لان العجينة كذلك فيها الكريمة ايلا ما عملتوش دقيق غادي بدا يلتاسق لكم مع الكريمة بعد ما قطعنا نفس يعني بنفس الحجم كنجيو كنلفو كنلفو العجينة على بعضها على هذا الشكل شوفوا معي كنفتحوها شوية اللفة الاولى والتانية كنجيو نوضعوها هكا نحاولو نقادلو لها الجوانب وبنفس الطريقة كنجيو كنهزو العجينة كنحاولو اننا شوية نفتحوها باليد او لا نجبدوها شوية الآن غادي نعطيكم واحد لقطة يعني ما غاديش نسرعها كمشتو كنجرو شوية العجين ثم نلفوه لفتين وكنوضعوه وغادي نجيبو صفيحة دي الفورن كنعملو فيها ورق الطبخ انا الورق يعني عندي ماشي من نوع جيد كيللصق لذلك كندهنوه بالزيت باش ما يلصقش لما دهنتوش لما غاديش غاديلصق في العجينة كننصحكم الدهنوه خصصا اللي عندكم ماشي يعني والنوع ماشي متأكدين من الجودة ديالو كنجيو وكنبدو نوضعو كيما لحتو معايا الفطائر ديالنا على هات الشكل صفيحة ديال الفورن نحاولو نخليوا واحد المسافة ما بين واحدة والاخرى لانهم غادي نتافخوا في الفورن وكذلك غايمتافخهم اللي غايختامروا المرة التانية بعد ما وضعناهم غادي نغطيوهم بواحد المين ديال ناضيف ونخليوهم والان عملنا الفورن انه يسخن يعني ما بينما يسخن الفورن كنحاولو اننا ندون شكلوهم كنجيبو صفار بيضان نضيفو لها مقدار ديال ملعقة ديال الحليب وكنحركو جيدا ملعقاي لملعقتين نحركوه مع بعض وكنجيو وكنبدو ندهنو في الفطائر ديالنا كندهنو غير العجينة طبعا الجيهة اللي فيها الكريمة ما كندهنوهاش نهائيا وكن كما قلت لكم الفرن راه ساخن من قبل عملتو انا على مئتان وعشرون درجة مئوية وغادي ندخلهم وغادي نقص الحرارة المئة وسيتون يعني ضروري انكم تقصوا الحرارة وكتخليوهم تتعملو ليهم نار من الاسفل حتى كيتحمرو من الاسفل كيبدا يبال لكم انهم تحمرو من الجوانب من بعد كتعملو عليهم نار من الاعلى باش تحمرو كذلك من الفوق ما كياخدوش واحد المدة طويلة وبالنسبة للفرن غازي غادي تعملو درجة الحرارة اللي كتكون متوسطة يعني ما تكونش عالية ويستحسن تكون خفيفة غير هو ضروري ان الفرن يكون ساخن من قبل بعد ما خرجناهم انا هنا راه الليل كما كتشوفوا الاضاء شوية باشي هي هادك لان ضلام فمشي مشكل راه باينين رغم ان لو كانت الاضاءة وكانت الصباح غادي يكون المنظر ديالهم غادي بنوليكم ارقى لان مباشرة افضل من تصوير بسبب الاضاءة شوفوا كيفش كي يجيوا فعلا تحفظ غربوهم على حسابي